فالتنين قعدوا مع بعض عن رشح مين يعمل رفعة الجمال طبعا المسلسل فكروا في الأول طب نسميه حاجة تانية غير الاسم يعني دموها في عيون وقحة الناس بتقول عليه جمعة الشوان طب ما احنا نسميه بقى بالاسم وببشر يعني ما نقولش حاجة والناس اطلع تقول مسلسل رقفة الهجان فخلص تعالى نسميه رقفة الهجان على طوله خلص مين يعمل دور رقفة الهجان فاتفقوا ان محمود عبدالعزيز يعمل دور رقفة الهجان فكان هو الترشيح الأولاني وبدأ يقرأ في الكتاب وبدأ يرسل تفاصيل الشخصية وفي يوم جاله تليفون زي ما بيقول محددش مين الشخص اللي بيكلمه وقال له يا محمود انت مرشح السنة دي تعمل فوزير فقال له فوزير ايه انا هعمل فوزير قال له اه هتعمل فوزير قال له لا مش هعمل فوزير انا عندي مشروع تاني بتاع رقفة الهجان قال له لا ما هو رفط الهجان مش انت اللي هتعمله طب مين اللي هيعمله قال له عادل امام فطبعا هو زعل من فكرة ان انتوا رشحتوني وجبتوني وانا عادت وازلت مجهود والزعل الاكبر ان عادل امام ما كلمنيش يقول لي انا هعمل الدور او يا محمود انت مرشح او مش مرشح او هتعتذر او هتكمل فخلاص انسحب وقال خلاص طيب طالما انتوا مش عايزينني خلاص فقال له طيب خلاص استني احنا هنعمل حل وسط عشان ما حدش يزعل عادل يعمل رفط الهجان وانت تعمل دور محسن ممتاز فقال لا انت مطفين معا من الاول على رفط الهجان او ايه اللي خلهم يرشحوا عادل امام بعد ما اتفقوا معا الموضوع ده فيه تفاصيل كتير يعني اتقال ان فيه اردر ان عادل امام هو اللي يعمل المسلسل واتقال ان هم قالوا ان محمود عبدالعزيز يعني عادل ما احنا جربناه في مسلسل قبل كده جاسوسية وحقه نجاح كبير فانا استغل النجاح ده في مسلسل تاني جاسوسية يعني ايا كان الروايتين هو دخل على القط في الموضوع ودخل كفرش حال فلما محمود عبدالعزيز اعتذر وقال لا مش هعمل محسن ممتاز فرشحه محمود ياسين يعمل هو محسن ممتاز فقال لا الدور مش عاجبني يعني مش حس انه هيعمل حاجة فراح الدور ليوسف شعبان وبدأ هم هيعملوا بروفات مع عادل امام فعادل امام في اول بروفة يعني واتقال انه عمل مشهد موت رافل هاجان ده عظيم جدا وكلهم سقفوله وخرج من البروفة دخل مكتب يحيى العالمي وقال له انا عندي مشكلة مع المشهد ده ايه المشكلة قال له انا مش شايف ان احنا نبدأ فلاش باك يعني المسلسل اللي بيبدأ فلاش باك نسب نجاح وتبق قليلة ما نبدأ البداية العادية ان رقفة شاب عادي ومتمرمط وبعد كده بيشتغل هنا ويطلع من هنا على الشغلانة دي ويسافر ويرجع وبعدين المخابرات تاخدوه تجنده ونشوف بقى رحلته في اسرائيل لحد ما يموت فصالح مرسي قال لهم لأ انا متمسك بالبداية بتاعتي فعادل امام قال وانا كمان متمسك برأيي فاعتذر عادل امام وقيل في رواية اخرى ان محمود عبدالعزيز لما زعل بسبب الموقف ده وهو بيعمل عمرة في السعودية قابل الرئيس مبارك وحكاله اللي حصل فقال ان الرئيس مبارك اتدخل ورجعه تاني لمسك دي برضو رواية من الروايات دي رواية من الروايات اللي بتتقال لكن طبعا بعد معادل امام ما بقاش في السورة فهم اتصلوا بيه وتعالى يا محمودة تعمل الدور ومفاوضات بقى ولأ او يعني تخليته عني وترشيح اوله بتاع المهم هو رجع عشان يعمل الدور وبدأوا يعملوا البروضات وبدأوا بقى يرشحوا الشخصيات اللي كان يعني اللي ترشح كان حاجة واللي عمل الدور كان حاجة تاني هما هما بيحضروا شاغل تفكيرهم مين اللي هيعمل الدور مراته فبيتكلموا مع الست ان دينا التفاصيل الحياة ما بينكو كتعاملة ازاي هو بيتعامل ازاي بيتعامل مع اولاده ازاي فايتلون مين هيعمل الدور فيحياء العالمي كمخرج بيرشح لكل دور خمسة وفيه ادوار بيرشح لها عشر فقالوا لها والله احنا عندنا الفنانة فلانة والفنانة فلانة وفلانة وفلانة طيب عموما لو الخمسة اعتذروا انا ممكن امثل الدور فقالوا لها بس التمثيل غير الحقيقة يعني احنا مش بنعمل عمل وصائقي دي دراما فاحنا عايزين ممثلة ممثلة تكون يعني اه قريبة منك واتقعد معاك طبعا عشان تتكلمين معاه في التفاصيل فبدأوا يفكروا تاني في الترشحات لحد ما استقروا على يسر يسر قعدت تتفرج على الصور بتاعتهم فلاحظت ان هو في صورة كان عنده عظمة في مناخيره الصورة التانية مش موجودة فلما قعدت مع امراته بتقول لها هو كان عمل عملية في اله اعتلاها برافع عليك انت خدت بلك ازاي من التفصيلة دي ده معظم اللي تكلمت معاه في المسلسل ما خدوش بله اعتلاها انا كده اتطمنت على الدور اللي انت هتعمليه فبتقول ان انا وانا بتكلم معاه في تفاصيل الشخصية اكتشفت ان الست بتحب جزها لدرجة انها اعتلاها جملة قالت انا عمري ما اسمعتها قبل كده قالت لها انا بغير من القبر اللي مدفون فيه لانه حاضن جثته فبدأت هي مش عارفة وصل حالة الحب دي ازاي وتفاجئت اكتر ان محمد نسيم اللي هو نديم قلب الاسد ده يبقى عمها عمي يسرة فقالت انا اتفاجئت ان عمي كان ليه دور مع رافة الهجان والمخابرات حتى بتقول عاتبته بعد المسلسلة طب انت ما قولتناش ليه حاجة زي فبدأت هي تقعد مع الست وتتكلم معاه في التفاصيل وعمل طبعا الدور من احسن ما يكون الدور بتاع تأسير فاهمي لما كان عادل امام مترشح يعمل هو رافة الهجان كان التأسير فاهمي هتعمل اخته شريفة فهنا قريبين ملامحهم من بعض لما جي محمود عبدالعزيز هي مش شبهه فيحيى العالم يقول لها طيب تعمل ايه قيط له هعمل دور صار قال لها صار ده دور صغير ده ما يكملش كام حالة قيط له مش مهم انا حاسة ان انا هعمل الدور دك وحتى بقى هو يضرب بيها المسأل بعد كده ويقول ان تأسير فاهمي من نوع ممثلات اللي مش فارق مع الحجم ولا المساح بس هي عارفة ان الدور ده كويس فهتعلم فيه فلما خلاص هي مش هتبقى موجودة شريفة فجابه عفاف شعيب فعفاف شعيب لسه مخلصة الشهد والدموع ومكسطرة الدنيا به ومصر كلها بتتكلم عن الشهد والدموع فصالح مرسي خد الجزء الاولاني ورح لها قال لها اتفضلي قادي النص وهتعملي معنا دور شريفة فلايت اول حلقة فين رقفة هتقولي رقفة بعد كده خمس ست حلقات ما بتتكلمش او ما تظهرش وبعد كده حلقتين تقول جملتين فقيت لهم لا انا مش هعمل لنا الدور ده لسه عاملة دور بطولة والشهد والدموع فصالح مرسي قال لها عمليه ده هيبقى علامة مهمة جدا في مشوارك قيت له لا مش هعمل يا عفاف يعني يمين شمال قيت له لا اخلاص مش هعمل فتاني يوم الصفح نازل عندها تصوير فلاقيت تليفون البيت بيرن فرفعت السماعة قال له استاذ عفاء قالت ايوة قال لها نصفه تشتريف كان وقتها وزير فقيته ايوة فندم خير قال لها انت مش عايزة تعملي الدور تعرفت لها الجان ليه قالت له يعني حضرتك الدور قال لها استاذة مفيش حاجة اسمها دور صغير ودور كبير وهتعمل الدور يعني هتعمل الدور وقفل السماعة وطبعا هي نزلت من بيت راح تلوم للستوديو هتلوم انا معاكو وهامل الدور وهامل اللي انتو عايزين